أفدت وسائل أعلام أمريكية أن إدارة رئيس ترامب تعتزم إفادة وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الرئيس جاريت كوشنر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لحث بلدان عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل على خطى الإمارات وتوقعت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أن جولة بومبيو شتشمل الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والسودان وإسرائيل وحسب مصدر مطلع يتوقع أن يزور جاريت كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي كل من البحرين وسلطنة عمان والسعودية والمغرب وإسرائيل كما توقع المصدر ذاته أن لا تحقق أي من الجولتين نتائج فورية غير أنه أشار إلى أن بومبيو وكوشنر يهدفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع واحد على الأقل كما نقلت واشنطن بوست عن دبلوماسيين أمريكيين أن بومبيو يعتزم لقاء قادة من حركة طالبان في قطر لمناقشة محادثات السلام في أفغانستان وينضم إلينا عبر سكيب من باريس الكاتب والمحلل السياسي علي نصر الدين كما ينضم إلينا أيضا عبر سكيب من أسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلومة السياسية أحييكم وأبدأ من باريس مع السيد علي نصر الدين هل تتوقع أن تكلل جولة بومبيو وكوشنر بالنجاح أن يستطيع سحب دول أخرى لمربع التطبيع مثل ما حدث مع الإمارات كالسعودية البحرين عمان إلى آخره أم لا لا أعتقد أنه ستكون هذه الزيارة ناجحة بهذا الشكل حيث أن السعودية أعربت عن موقفها وقالت أنها ملتزمة بالمبادرة العربية مبادرة ملك عبد الله في القمة التي أقيمت في بيروت عام 2001 هذا التزام أول والتزام الثاني تقول السعودية دائما أنها ستقبل ما يقبل به الفلسطينيون إذا الفلسطينيون لم يقبلوا بأي حلول فالسعودية لن تقوم بمجارات لا بومبيو ولا غيرها وهذا ما أعتقده وإذا لم تكن السعودية مستعدة لإقامة علاقات أو صلح مع إسرائيل فأعتقد أن البحرين والكويت كذلك لن يكونوا هل أن تعتقد سيد نصر الدين أن الإمارات من الممكن أن تقدم على خطوة كهذه دون أن يكون هناك تنسيق مع السعودية قبل إقدامها على خطوة التطبيع الرسمي والعلني مع إسرائيل ليس هناك تطبيع ولن يكون هناك تطبيع في الوقت الحاضر هذا في اعتقادي بين السعودية وإسرائيل ما جرى في أو التطبيع الذي حصل مع الإمارات العربية المتحدة كان هذا قرار استقلالي لا تتدخل السعودية في شؤون الآخرين وهذا قرار استراتيجي إماراتي أما أنها على حق أو غير حق أنا لا أحكم هنا ولا أريد الحكم على أحد ولكن هنا أريد أن أشير إلى شيء ما وهو أنه في غياب أي تضامن عربي اتجاه القضية الفلسطينية أصبح كل بلد عربي له استراتيجيته الخاصة به تمام ابقى معي سيد علي سأعود إليك في هذه النقطة لكن دكتور عصام من وجهة نظرك الأزماب التي دعت بومبيو وكوشنر إلى أن يزور الشرق الأوسط أو عدد من الدول العربية السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، وحتى قطر والمغرب الأهداف من تلك الزيارة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وعليك ورحمة الله وبركاته أولاً واتحايا لكل المشاهدين الأهداف فضحة وهي مزيد من التطبيع مع الكائن الصهيوني أو الإعلان الرسمي عن عمليات التطبيع لأن التطبيع حدث بالفعل منذ سنوات بين الدول التي سيزورها كوشنر أو التي سيزورها بومبيو خلال جولاته القادمة زيارة جولة بومبيو ستبدأ غداً الأسنائية وستشمل كما ذكرت حضرتك مجموعة من الدول الأساسية الإمارات باعتبارها التي فتحت باب الإعلان الرسمي عن عمليات التطبيع ثم البحرين، ثم سلطنة عمان ثم السودان التي أعلن المتحدث باسم خارجياتها قبل أن يقال من منصبه عن صفقات سرية يتم التجهيز لها والتحطير لها وبالتالي الأمر الآن مرتبط بإعلانات جديدة رسمية علنية عن سياسات تطبيع مع الكيان الصهيوني خلال هذه المرحلة الأمر مرتبط بعملين شديد الأهمية في منحيث التوقيت العامل الأول هو الاحتفال الإعلان الاحتفال الرسمي بالتطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني في سبتمبر القادم وتريد الإدارة الأمريكية أن يكون هناك شركاء جدد في هذه الاحتفالية العامل الآخر شديد الأهمية هو الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر القادم وتسعى إدارة ترامب إلى تجديد مواقفها والحصول على الدعم الكامل من اللغة الصهيوني العامل في الولايات المتحدة استنادا إلى أنه بتطبيع جديد مع أي دولة جديدة بغض النظر عن حجمها أو مكانتها أو تأثيرها سيضاف في الرصيد الذي حققه ترامب للكيان الصهيوني والذي لم يحققه أي رئيس أمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم دكتور اسمح لي فكرة من الممكن أن ينجح كوشنر أو بومبيو في إدخال دولة عربية أخرى إلى سياق التطبيع يبدو أن هذا من الصعوبة وكان على الأقل من حيث التوقيت السودان كانت واضحة قالت لن نطبع الآن السعودية أكثر وضوحا الكويت الموقف واضح غاية الوضوحة وبالتالي البعض يقول أنه ستفشل زيارة بومبيو وكوشنر أنا أعتقد الأمر غير ذلك بدرجة كبيرة لأنه لا يوجد نظام من النظم التي تتحدث عنها حضرتك إذا كنا نتحدث عن البحرين أو السودان أو السعودية بموقف من القوة يسمح له أن يرفض أو يعارض هناك أجندة أمريكية تفرض على الجميع وعليه أن يسمع ويطيع النظام في السودان يحاول الترويج منذ عدة أيام أو منذ فترة طويلة أن الرفع من على لياحة الإرهاب يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليه وبالتالي لديه استعداد أن يفعل كل ما يطلب منه أو يؤمر به في سبيل تحقيق هذا الهدف وفي ذلك يمكن أن يكون ألانا التطبيع في السودان أقرب مما نتخيل من دولة مثل البحرين أو دولة مثل السعودي الأمر الآخر الوضع في المملكة العربية السعودية شديد السوق من حيث الأوضاع السياسية ومن حيث موقف محمد بن سلمان في ظل التقارير الكثيرة والوصائق التي يتم تسريبها والدعاوة المرفوعة عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يمكن أيضا أن يقدم ما لا يمكن أن يقدمه مسؤول سعودي أخي سؤال التطبيع وإشكالية التطبيع هناك وثائق أستاذ أحمد هناك وثائق وأرقام بأسماء وشركات عن تعاملات رسمية بين هذه الدول والكيان الصهيون آخرها شركة NSO المتخصصة في مجالات الاستخبارات تتعامل مع هذه الدول الأربع البحرية والسعودية والإمارات وسلطنة عمان بملايين الدولارات تجسس على مواطنيها وعلى معارضيها وبالتالي التطبيع هو أمر واقع فعليا يبقى فقط الإشهار الرسمي هذه نقطة مهمة سيد علي نصر الدين التطبيع أمر واقع وهو حادث بالفعل سرا كل ما في الأمر أنه سيعلن فقط كما حدث مع الإمارات هذا الطرح صحيح؟ أنا لا أعتقد أن هذا الطرح صحيح هذه تمنيات أو أفكار شخصية وكل شخص هو حر في أن يفكر ما يريد ويعلن ما يريد أنا لا أعتقد ذلك أن هناك تطبيعا سريا وتحت الطاولة وما إلى هناك من كلام والسعودية ليست بهذا الضعف أن تخضع لأي ضغط من هذا النوع لأنها لو كانت تريد أن تخضع لهذا الضغط لما استبقت هذه الزيارة بتصريح علني أنها ملتزمة بالمبادرة العربية في 2001 في بيروت البحرين ستتبع السعودية بالطبع السودان رغم أعلانه ربما لست واثقا تماما من الموقف السوداني ولكن أعتقد أن هناك دولة خليجية سينجح بومبيو في إقناعها أو في إدخالها في التطبيع وهي سلطنة عمان لأن لسلطنة عمان شيء واضح وذلك علاقات واضحة ولا ينقصها سوى إعلان الاعتراف البعض يقول أن حتى هذه العلاقات هي موجودة أيضا مع السعودية وموجودة مع البحرين لكن على التحال دعنا ننتظر الأيام القادمة سنرى بالتأكيد أو ستفسح لنا عن حقيقة الأمر السيد علي نصر الدين الكاتب والمحلل السياسي كنت معي عبر سكايب من بريس شكرا جزيلا كما أشكر الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية كان معي عبر سكايب من إسطنبول ستفسح لنا